في الرأي الثاني خلينا تبني الرأي الثاني وده رأي قطع كبير منهم انه والله احنا عندنا ده كترة وعندنا ناس مهمين جدا واسد زي الجماعات ويمكن كان تركيز الجماعة في السنين الفتات الطويلة على الطب والهندسة والأنشطة الخدمية وانه في نظرية ان احنا موهلين لده جدا وعملين حسابنا وهنعمل صح وانا معهم في كترة كانوا مركزين على الحاجات ولكنهم اهملوا الثقافة تمام وفي مدى التلاتين اربعين سنة اللي فاتوا تخرج اطباء ومهندسين لا يفقهون شيئا لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في التاريخ ولا في الجغرافية السياسية ولا في السياسة ولا في اي حاجة هم مهنيين شطري على العين والرأس لكن عشان تجيب طبيب وتحطوا رئيس وزراء ومعندوش اي خبرة ما احنا شفنا التكنوقراط والعمل وفينا المهم التجربة السياسية محك الحقيقي هو الخبرة السياسية اللي في الدول الديمقراطية الحقيقية بيهيأ له السياسي منذ الصغر منذ بداية شبابه يكون عنده 14-15 سنة بيدخل يتعلم السياسة بينتمي الحزب وبيبقى ماشي معاه خطوة 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 30 سنة ولا حاجة ولا حاد لما يبقى رئيس وزراء المسألة عايزة تدريب وعايزة فهم لكن احنا للأسف ابتولينا بنظام سياسي بيجيب الناس يجربوا فينا ويغلطوا ويمشوا ويجربوا فينا ويعملوا كوارث ومحن وبعدين يمشوا وهكذا ما زلنا نعيش هزي الفترة انه بيجوا السياسين يجربوا فينا لكن ما عندناش سياسين محنكين طيب لو خدنا المرحلة الاولى من الانتخابات تسع محافظات كمثال على ممارسة انتخابية للشعب المصري لأول مرة في تاريخه على هذا المستوى وحوالي 85-90 مليون ده عدد الشعب وحوالي مشاركة فعالية لـ 50 مليون المشاركة المبدئية في المرحلة الاولانية في حدود 9 مليون المرحلة التانية والتالتة حضرتك شايفاهم ازاي ومفروض يحصل فيهم ايه والاخطاء اللي احنا شفناها دي هل يجوز تكرارها هل يجوز تكرار هذه التجاوزات ولا الوضع يبقى شكل عامل الوضع يجب ان يستمر كما هو تسير الموجة الى حيث تستقر احنا بدأنا تجربة جموقراطية وعلينا ان نحترم الجموقراطية وقواعدها واي حزب جماعة معرفش مين اي حد هتأتي به اغلبية الاسوات يجب ان نخضع له وانا اقول له اوكي وانساعده ما فيش اي اعتراض اطلاقا لان انا اتمنى واعتقد ان كل التسع مليون اللي حضرتك تكلمت عليهم دول جوم وعندهم الامل ده ان الجموقراطية تأخذ مجراء الصحيح السليم بعلمنا تلاتين سنة او اربعين سنة بيتقلنا ديموقراطية وهي اكذوبة ومجرد لافتات لها اكثر ولا اقل فاني الاوان بان احنا نمارس الديموقراطية الصحيحة ودي اختارها اقلب كتير اوي من الاستبداد السياسي مهما كان يستطيع الشعب ان يصحح الاوضاع وحيتعلم وانا اقول لك يعني ان هذا الشعب خطير جدا لان البكاء خارق وحيتعلم بسرعة رهيبة هو السؤال بس يا فندم هل البلد سوف تحتمل لسه مزيدا من التجارب او ده سؤال محدش قادر يجعب علي هنعمل ايه هذا هو قدر مصر هنعمل ايه هل تباتي اخبار المرأة في الصعيد خصوصا ان وضع الصعيد وضع معقد جدا والاصوات الانتخابية فيه بتروح للعصبيات القبلية والعائلات والتربيطات ودرجة لانه قبائل ومنتشرة فيه اماكن كثيرة حضرتك شايفة وضع المرأة في الصعيد عامل ايسان في المستقبل القريب انا مشايفة انا مشايفة تغيير كبير يعني الذين سيتولون الحكم من اي جاء واي فاعة لن يجرؤوا على احداث تراجع كبير في احوال المرأة هيحصل هالفطة وكلام فارغ وتصريحات سخيفة وناس مندفعة وطفولة سياسية وكل حاجة لكن لن يجرؤوا على المساس بما حققته المرأة من مكاسب طوال الفترة الماضية لانه كل ما حققنا كان عن طريق الشريعة الاسلامية وهي تمشى معها وهناك عشرات الائمة والشيوخ القادرين على انه هما يردوا على هذا لان ما كانش النظام السابق بيخرج برا الاطار الشرعي اطلاقا في المسألة دي بالذات ما كانش حد بيجرؤ يخرج فيها مش هيحصل تغيير وانا متأكدة من هذا وإلا مش هنسكت خلينا نتنقل نقطة تانية وهي حزب الحرية والعدالة رشح على قوائمه سيدات واخباط والبعض اتهمهم بانه هما بس بيعملوا كده علشان بس يجملوا الشكل حضرتك شايف الموقف عامل ازاي وهل ترشيح المرأة والقبطي على قوائم الحرية والعدالة ده بيدي فكرة عن وجهة نظر الاخوان في الفترة القادمة ولا نشوف ان عايز اقول لحضرتك الحاجة لو احنا كلمنا عن الاخوان كناس مؤمنة بيعلم فعلا بالشرعية الاسلامية الشرعية الاسلامية مش ضد ترشيح المرأة ولا ابدا ضد اي الاجيان الاخر فده يبقى قرار صح بس هما رشحوا اشباح ناس مش هتعمل حاجة يا دي الخطة خبيصة كيف يجوز نحكم عليهم من دلوقتي كيف يجوز نحكم عليهم من دلوقتي ان هما مش هاملوا حاجة التجربة حتور لكن هو معروف اما اتجاههم وده اتجاه ايه عام على فكرة عند الرجال المصريين كلهم مش عند الاخوان المسلمين الرجل المصري يريد ان ينفرد بيه لعبة السياسة مش عايز حد يشاركه وبعدين الاسف الشاد ان الطائرات الدينية بطبيعتها استبدادية ما بتحب الشراكة مش بس نساء نساء لا ولا رجال من طائرات اخرى هما بطبيعتهم اقصائيه على طول وعندهم سلاح التكفير وقالت لهم انا عايزة اشارك اقول لا انت كافر دي كفروا المسلمين وكفروا لعباط وكفروا كل حد في الدنيا فاذا اللعبة دي في يوم من الايام هتنكشف والناس هتهدى بقى ويبطلوا بقى كل واحد يرمي التاني بطوبة ملهاش معنا ويبتدي بقى كلنا بعد فترة كده الله عالم كم سنة لكن حيحصل هدوء نفسي على الاقل انتخابات نزيها دي مهمة جدا 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 ان تكون الانتخابات نزيها وان تتم كل اجراءاتها بالشفافية وان يتوقفوا من فضلهم يتوقفوا عن الالعيب اللي بيتخذوها عشان ياخدوا اصوات زيادة طيب اخر حاجة عاوز اسأل عليها حضرتك شايفة ازاي الكادر النسائية الموجودة منها بوسينا كامل المرشح المحتمل للرئيسة هل هيبقى فيه مساندة لها لمنظمات النسائية وتعليقك على عدم نجاح جميلة اسماعيل اولا انا اقراش يعني احيي ان نساء الشجاعات الجميلات اللي رشحنا انفسهن لاثبات وجود المرأة والانها بس يعني احنا ان المرأة ما ماتتش المرأة المصرية موجودة في الساحة وتستطيع ان تقف وتتحدى وتنافس اما انها لم تفز فده سقوط يعني الرجل المصري لانه لم يعطيها صوته خاصة في اطيرات اللي هي يقال عنها انها تقدمية وعصرية او مش مش واخدة من الجين يعني قميص بتلبسه عشان تصل لاغراضها فده شيء يعني يعني ازعل بعدين انا ليا رأيي برده جميلة ما نجحتش لانها دخلة فردي ونظام الفردي ده صعب جدا على اي انسان انه هو يثبت وجوده وهو واقف وحده كده كان لابد ان تنتمي الى حزب ويكون حزب مطمون نجاحه زي الكتلة كده هي اختارت انها تكون واقفة بمفردها كده فدفعت السماء الكاتبة الصحفية الكبيرة او سيدة قبل بركة نورتينا ونتمنى نتقابل بعد الانتخابات ونشوف الدنيا هيكون الله اعلم الله اعلم نورتينا بك اهلا بيك مشاهدين دي كانت فقرتنا فقراتنا لسه مستمرة في نهارك سعيد بعد الفاصل تابعونا